بسم الله الرحمن الرحيم ابناء الطلاب طلاب بريب 2 اهلا بكم مع حصة جديدة من حصة مستر ساينز مع مستر شريف الهواري اه كالعادة اولاد كل اللينكات بتاعت الفيديوهات كلها موجودة تحت الفيديو ده اه تقدر تفتح قائمة الفيديوهات بالكامل لازم تضغط على قائمة الفيديو عشان توصل لك كل الفيديوهات اه طبعا احنا خلصت اه كده ان شاء الله النهاردة هنكون خلصنا يونت 2 هيبقى ناصلنا دارسين بالزبط في يونت 3 هنخلصهم ان شاء الله ونبتد نحل الامتحانات وهنحنا مع بعض حصص بث مباشر اه نشوف مستواكم فيها ونشوف طبعا الناس عامل ايه في حل الامتحانات بقى وان شاء الله تكون اه شطرة وتجيب درجات عالية في الساينز بازن الله ترمل او اه الدارسينة النهاردة سوف نتحدث عن اه مصر اللي هو يولاد الجلوبر وارمينج كنا اتكلمنا الحصة اللي فاتت بارت وان عن لان المرة هذه باي مصر هنتحدث عن الجزء التاني من الليسن بتاعنا اللي هو الجلوبر وارمينج فينومنا اللي يعني ايه مصر جلوبر وارمينج يعني يولاد حاجة اسمها الاحتباس الحراري يعني الحرارة اتحبست في الارض زي ما انت شايفين في الصورة دي كتب. شايفين كده؟ heat of sun تمام او الانفرا ريد ريز تحديدا الانفرا ريد ريز انا ما في اليد دلوقتي. حصل ايه حصلة ايه حصلة ايه حصلة ايه حصلة احتباس او تحبس ايه وتحصرت في جو الارض. طبعا فحصل يعني حصل انتفاع في درجة حارة الارض. بي سمو بال فنوما نتيب اسمي global warming. what is meant by global warming? طبعا continuous increase in the average temperature of earth. يعني ارتفاع مستمر في درجة حرارة الارض. طفعا لكده. مهم بيكرر كتير scientific term. ده معناه ايه يا ولاد? تقول يا مستر طب ايه اللي بيخلي اه الحرارة تتحبس يعني حصلت ايه حصلة ايه حصلة يعني اتحبست ليه? طبعا يا ولاد. يعني ان في جاسس كده في الجو في في الاتمسفير بتاع الارض. بيسموه باسم الجرين هاوس. بسموه باسم الجرين هاوس. جات الفكرة من ايه? من فكرة يعني شمال الجرين هاوس يعني يا مستر. عارفين الصوبة للزراعية في الاراضي الزراعية لا بيها في صوبة كده موجودة. تمام? ويزرعوا فيها المحاصيل بتاعت الصيف في الشتاء. يعني جاءوا بره برد. بس يحبسوا الحرارة جوه. تمام? بالصوبة دي. بسموه باسم الجرين هاوس. دي كده. عشان يعني اكنهم بيتحقوا على ولولهم يعني اكنكم في الصيف. انا حبسنا لكم الحرارة جوه. فعشان كده جات من هنا ان الجازز دي سموه باسم ايه? الجرين هاوس جازز. طب مين هما يا مستر? هما فايف جازز يا ولاد. اللي هما الكربون دايكسايد جاز. تاني حاجة طبعا ده الكبير بتاعهم او الزعين بتاعهم اكتر حاجة عاملة. هو مين الكربون دايكسايد جاز. طيب ايه كمان? يجي وراء الكلورو فلورو كاربون كومباونز اللي هما فاكرينهم. تقول الحصة اللي فاتت الاروجين. اللي هما يعني انتم يا كلورو فلورو كاربون يعني عاملين مشاكل للأزون لير وعملين مشاكل كمان للأرث بلانت كامل. ليه? انتم عاملين عاملين لالأرث بلانت. طيب يبقى معنا كده ايه? يبقى اول حاجة يا ولاد. يبقى مين هما الجرين هاوس جاس? كاربون دايكسايد. كلورو فلورو كاربون. نمبر ثري ميثان جاس. اللي هو رمزه يا ولاد. طبعا ده برضو الوجود بتاعه او يعني. وجوده في الارث بلانت يعمل او يعمل جرين هاوس افكت. اللي هما لانه هو طبعا من الجرين هاوس كده نمبر ثري. نمبر فور النايتروز اوكسايد. اللي هو رمزها اني تو او. برضو دوت من الجاسس اللي بتعمل جروبر وارمينج. نمبر فايف الووتر فيبر اتش تو او طبعا كلنا عارفينه. ده يا مستر برضو من الجاس اللي هما الجرين هاوس جاس. يبقى لو جالك في الانتحان فروم جرين هاوس جاس طبعا هتقوله مين? كاربون دايكسايد. نمبر اه طبعا ثري ميثان جاس والنايتروز اوكسايد والووتر فيبر. لازم نحفظه مولاده نكون عارفينه ان كويس جدا. طب يا مستر هو ايه اللي خلى الكاربون دايكسايد يعني يزيد في الجو يعني? هو السبب? ايه سبب زيادة الكاربون دايكسايد? نمبر وان. فوسيل فيول برنينج. اللي هو يولاد حر الوقود. اللي هو زي الكول طبعا والنيترال جاس الفحم والغاز الطبيعي. نمبر تو كاتينج تريز. التري اللي بتاخد المفروض الاكسجين وصري اللي بتاخد الكاربون دايكسايد وطلع لنا الاكسجين. لا المراض احنا قطعناها. فطبعا ما بقت تحت الكاربون دايكسايد احصلها يا ولاد. نمبر ثري الفوريست سفاير زي ما انتم شايفين في الصورة دي كده. من الحرارة الشديدة ممكن يحصل طبعا في الفوريست في الغابات. طبعا وده بيعمل ايه? اتموسفير. ليه يا مستر بتحصل يعني ايه اللي بيحصل بضبط? ماشي يا مستر. دول موجودين اللي هما دول موجودين? اه موجودين يا مستر. هيعملوا ايه يعني? تعالوا نشوف. ليه يا ولاد؟ طبعا. الغازات دي تدخل حرارة الشمس. ماشي تفضل يخش جوه ما فيش مشكلة بلعنة. المشكلة بقى هي خارجة يا ولاد بص كده. تمنحهم لهم ما يرجعوا تيجي ترجع اللي هي في صن دي بالليل مسلا. او تحاول ترجع تاني من من تقابل بقى مين اللي هما الجرين هاوس جاسس دي في السكة كده تمنح. يعني يعمل ايه يا ولاد؟ عم تعمل حاجة اسمها يعني اه احتباس او محاصرة تتحاصر يعني. طب الظاهرة دي بعد ايه تعرفها? تعالوا نشوف. تاني كده. يعني حبس الانفراريد بالذات يا ولاد من الصن. احنا عافين طبعا في انفراريد وفي الالترا فيروت. احنا بقى مين يخصينا في موضوع الهيد بالذات الانفراريد راديش. عرفنا احنا خلاص سكة الالترا فيروت وبتعمل ايه في الهيومان وفي الامفيبيانس بالدرس اللي فاترة جاوه. لكن المراضي الانفراريد هتعمل ايه بقى? لو اتحبست حصلات رابينج. نتيجة زيادة النسبة تعطي جرينهاوس جاسس طبعا. يعني هتزيد طبعا درجة حرارة كوكب. تاني كده. what is meant by what is meant by green house effect. يعني يا مصر الجرينهاوس افكت. تاني كده ما راح احاولت اقسمها عشان افتح فوزها ولات. it is a trapping of infrared radiation in the troposphere layer. يعني احتباس الحرارة الانفراريد راديشن تحديدا فين? في التروس في الليل اللي احنا موجودين فيها اللي احنا عايشين فيها. ليه يا مصر اتحبست. اكي انك بتجاوبي على نفسك. بتجاوبي على نفسك. بص كده. due to the increase of the ratio of green house gas. which causes the increase in the temperature of airs البلانيت اللي هتزاود ارتفاع او هتعمل ارتفاع حرارة كوكب الارض. طب يلا بانشوف مع بعض كده. اللي انا لسا اينا من شوية. الالترافاليت راديشن has chemical effect. يعني هي مصر chemical effect. يعني هي تعمل skin cancer. تعمل سبويل ايجز. تعمل upset للفوتو سينسيس بروسس. صح ولا? لكن الانفراريت. طبعا ده اللي اخدناها مرة اللي فاتت. لكن الانفراريت راديشن. لا لا دي بقى عليها thermal effect. هي دي اللي بتعمل global warming. يبقى لو جالك في الامتحام تجيب complete كتير. ultraviolet radiation has specific. هتروحين تعيين لي chemical. while infrared radiation has specific. هتقول له ايه? thermal effect. طيب. the negative effect of global warming phenomenon. يا مستر طب و ايه المشكلة يا مستر يعني مع الحرارة تزيد. ونعيش كده في الجو ده في كده وما يبقىش برد ولا حاجة. استنى بس. تعالوا نشوف كده مع بعض ال negative effect وانت تعرف ايه المشكلة. لما الحرارة تزيد هيحصل حاجة اسمها melting of eyes of two bulls. تاني كده. ميلتنج of eyes of two bulls. يعني هيحصل يعني انسهار للتلج يا ولاد الموجود عند توبولز اللي هما الكتبين. طب ما ينسهر يا مستر للتلج وحنا هيحصلنا ايه يعني? تعالوا نشوف. طبعا ده كوزيس ايه يا ولاد? increase in the sea level. هيزيد مستوى البحر. مستوى المياه بتعطي البحر بترتفع. لان انت حولت ده كله لمين? لووتر. طب ايه يحصل يعني غرق المدن السحلية. مدن السحلية بقت طبعا المياه تعلق عليها فطبعا تحصلها غرق. طب نمبر تو الجماعة دول اللي عايشين دول اللي هو دول يا ولاد يحصلو مي انكراط. يحصلو مي انكراط طبعا عمليه دور على التلج اللي هو كان قاعد عليها هو اتمش لقيها. فطبعا هوا شايفين اهو انصارت اهو ايه 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 اهو? مستوى انت شايفين هنا? يبا ده يا ولاد حصل ايه مشكلة بسبب مين? مش دير حرارة المفروض تكون موجودة. فحصل ايه? طب غير كده يا مستر في ايه? نمبر تو يا ولاد ايه ممكن يحصل كمان? غير الملتنج ايه اتزا تو بولز? نمبر تو يعني ايه يا مستر? يعني يحصل يا اولاد تغيرات مناخية عنيفة كلمة سفيرة يعني عنيفة. قوية جدا ازاي? زي مسلا طبعا يعني اعصار زي اعصار كاترينا اللي حصل قبل كده. طبعا يا اولاد? نمبر تو ممكن يحصل زي ما انتم شايفين في الصورة دي كده. نمبر ثري ممكن يحصل يعني جفاف الارض الارض تنشف. تمام? بسبب طبعا تغيرات المناخ اللي حصلت. طبعا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. نمبر فور طبعا اللي هي حرائق الغابات زي ما احنا شفناها قبل كده. طبعا كل الكلام ده يحصل نتيجتي يا ولاد نتيجة اه طبعا تمام خدنا اللي هي طبعا وعرفنا مين هم بتاعته. بكده خلصنا بتاعنا يا رب نكون فيه من اه كده خلصنا يونيت توب الكامل خلصنا الاتموسفيريك لييرز وخلصنا الرويجون الفوزون ليير ان دي جلوبر ورمينج فنومينا ناكست ويلتوك باوت اه اه يونيت ثري فوسيلز اند اكس تنكشن مستر شريف الهواري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته